السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم وسهلا في حل الإختبار الثاني على المفهوم الأول من كتاب سلاح التلميذ مادة العلوم الصف الخامس الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ صفحة مية خمسة وتمانين نحل مع بعضينا الاختبار بس قبل ما نحل بتمنى وبرجوا عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد لا يوجد أي تشابه في خصائص الحالة الصلبة والحالة السائلة طبعا ما فيش أي تشابه بين الحالة الصلبة والحالة السائلة لأن الحالة الصلبة من خصائصها أن هي لها شكل محدد وحجم محدد الحالة السائلة لها حجم محدد وليس لها شكل محدد حيث أن الحالة السائلة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه بالنسبة للحالة الصلبة جسيماتها متراصة متماسكة لكن جسيمات الحالة السائلة أقل تماسكا من الحالة الصلبة بإذن لا يوجد أي تشابه في خصائص الحالة الصلبة والحالة السائلة العبارة صحيحة اتنين يمكن صب المواد الصلبة يعني مثلا أنا ممكن أصب قطعة الحديد ولا يمكن صب المواد السائلة في إناء وممكن لا يمكن أصب مثلا الماء في إناء طبعا العبارة دي غير صحيحة يعني خطأ تلاتة من أمثلة المواد الغازية الهواء ويمكن ملاحظته عند هبوب الرياح التي تحرك الأجسام طبعا فعلا من أمثلة المواد الغازية اللي هو مين الهواء وأنا ممكن ألاحظ الهواء عند هبوب الرياح اللي بتحرك ممكن تحرك شجرة ممكن تحرك قطعة ورق موجودة في الأرض كده يعني العبارة صحيحة رقم 4 يتواجد الماء من حولنا في حالات المادة السلاسة يعني الماء موجود في حالات المادة السلاسة المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية طب إزاي يا أستاذ إزاي يا مستر هقول لكم الماء ممكن يكون في الحالة الصلبة تلج صح كده طيب والحالة السائلة اللي هو السائل اللي احنا بنشرب الماء الحالة الغازية لما أنا أضع بعض الماء على إناء على النور هيحصل إيه هيتبخر إيه هيتبخر الماء يبقى إذن الماء موجود في سلاسة حالات الصلبة والسائلة وإيه والغازية يبقى إذن العبارة صحيحة ننتقل إلى السؤال رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة كل مما يلي يعتبر مادة معدة الماء الماء مادة طيب الهواء مادة الخشب مادة طيب الصوت لا الصوت ليس مادة الصوت ليس ايه مادة يبقى نقول تاني كل مما يلي يعتبر مادة معدة الماء الصوت الهواء الخشب طبعا ايه الصوت اتنين يأخذ الحليب شكل الكوب الموضوع فيه حيث أن الحليب مادة سائلة ولا صلبة ولا غزية ولا متماسكة طبعاً إيه الحليب اللي هو اللبن حبيب اللي احنا بنحبه ونشربه اللي هو ده مادة إيه؟ مادة سائلة رقم ثلاثة المادة نقط لها ممط مرتب وتحافظ على شكلها من التغير أنه مادة اللي لها ممط مرتب وتحافظ على شكلها من التغير الغزية ولا الصلبة ولا السائلة ولا المتبخرة طبعاً المادة الصلبة رقم ثلاثة أكمل الجمل التالية كل ما له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ ده اسمه إيه؟ أي حاجة لها كتلة وبيشغل حيزاً من الفراغ اسمه إيه؟ المادة رقم اثنين المادة التي تتحرك جسيماتها بمرونة أكبر من المواد الصلبة هي ركزوا من الكلام دوت يعني المادة التي تتحرك جسيماتها بتتحرك بمرونة أكبر من المواد الصلبة هي المادة إيه المادة السائلة رقم 3 جسيمات المادة نقطة تتحرك بحرية تامة اللي بتتحرك بحرية تامة جسيمات المادة إيه في جميع الاتجاهات طبعا الغازية السؤال الرقم 4 صل عمود ألف بما يناسبه من عمود باب الأكسجين باب السيارة هناه من أمثلة المادة السائلة مفيش حاجة هنا من أمثلة المادة الغازية طبعا الأكسجين من أمثلة المادة إيه الغازية رقم واحد وأوصل من أمثلة المادة الصلبة باب السيارة طبعا من أمثلة المادة الصلبة رقم اثنين وأوصل ننتقل إلى السؤال رقم أربعة أجب عن الأسئلة التالية واحد انظر إلى الصورة المقابلة وأكتب اسم المادة التي من خصائص جسيماتها الحركة السريعة جدا في جميع الاتجاهات نحن بنتحكي على إيه ده غلاية هو وطبعا تحته هنا موقد ناره ودي إيه دي احنا نحكي على المادة دي دي إيه دي اللي هي حركاتها سريعة جدا في جميع الاتجاهات ممكن نقوله ده بخار الماء أو في الحالة الغزية اللي تين ينفعهم اشترت ليلة آيس كريم متجمد وعندما وصلت إلى المنزل وجدته زائبا مثل الماء اذكر حالات المادة التي يمكن استنتاجها من هذه العبارة يبينها ده آيس كريم متجمد يبينها ده حالة إيه طبعا حالة صلبة ثم بعد ذلك وجدته زائبا مثل الماء إذن ده تحول إلى حالة إيه تأول تحول إلى حالة سائلة يعتبر الصوت والكتاب والماء من أمثلة المواد حدد الخطأ في العبارة الصوت الكتاب الماء الماء مادة الكتاب مادة الصوت ليس مادة نقول إيه الصوت ليس مادة لكن الكتاب والماء مادة بكده يا حبيبي ننتهي من حل الاختبار الثاني صفحة 185 من كتاب سلاح التلميذ على المفهوم الأول بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي عايزين نكبر القناة عايزين نخلي القناة توصل لمليون مشترك إن شاء الله بإذن الله تعالى وإحنا عشمالين في ربنا كتير وطبعا ما فيش حاجة تبعد عن ربنا بيكم طبعا أكيد وأتمنى عمل إعجاب على الفيديو وعمل مشاركة على الفيديو عشان الجميع يستفيد وشكرا لكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته